الاستقلال المادي للزوجة الحقيقة دايماً بنقول لا المرأة لازم تبقى مستقلة مادياً وبنلاقي في معظم الأحيان الحقيقة فيه خلافات زوجية بتصل للطلاق لعدم إحساسها بأن الفلوس دي بتاعتها رغم أنها ملكها وبعض حالات أو صور تعدي الأزواج على زوجتهم بحيث أن الفلوس دي ملكي أنا أو أن أنا ممكن أسمح لك تنزليك تشتغلي بس فلوسك مرتبك ده يبقى عندي كل شهر أو وإحنا عارفين أن المرأة المصرية معطاء الوحدة سبحان الله ولدي هذا العطاء وهذه التضحية ولكن بترى الكثير يعني من حالات لك حيث رغم أن الإسلام يعني كرمها وقدم لها الكثير من هذه الحقوق تعالوا نشوف حدود هذا الاستقلال المادي وما المقصود بهذا الاستقلال المادي معنا في هذا اللقاء دكتورها شافية الشهاوي وهي أستاذ الفقه المقارنة وعملت كل درستات الإسلامية جامعة الأزهر مرحب بك يا فندم شرفانا ومنورانا وأنا سعيدة بوجودك معنا أيضا معنا للحديث في الجانب الاجتماعي أو الجانب الاجتماعي أكثر وأكثر وهي حال الواقع دكتور حازم محمد إبراهيم مطره مدرس بقسمة تخطيط الاجتماعي جامعة حلوان مرحب بك دكتور حزمي الحقيقة يعني إحنا ما نقدرش نخفل الجانبين ولكن هبدأ بالجانب الإسلامي وهو الشرعي وبالتالي وحضرتك الحمد لله أنك برضو مرأة وبالتالي هتقدر يتوصل لنا ما المقصود بالاستقلال المادي المقصود بالاستقلال المادي للمرأة هو الاكتفاء الذاتي ليها واستقلاليتها وفي كيانها بحيث أنها تقدر تقوم بحل كل المشكلات ومواجهة كل الصعاب وكل ما تتعرض له المرأة في الوقت الحالي وتقدر تقوم بكل شيء ولا تعتمد على حد غيرها أو غير نفسها والحقيقة هو مش وليد النهاردة ولا وليد بارح لو جينا نبص للشريعة الإسلامية منذ أن نزلت الشريعة الإسلامية فحددت للمرأة بدون ما تطلب لو جينا نقارن بين الشريعة وبين القوانين الغربية اللي هي دلوقتي عندها نعرض المساواة بين المرأة والرجل والحقيقة لو جينا نبص في القانون الفرنسي سنة 1938 كان لو بصينا للشريعة الإسلامية في مثلا زي الحجر الحجر عندنا أسبابه بترجع ليقيم الصغر يقيم الجنون لو رحنا عند القانون الفرنسي الصغر والجنون والأنوسة يعني هي ما كانتش واخد حقها لحد 1938 لحد عهد قريب جدا على العكس من الشريعة الإسلامية أعطتها هذا الحق منذ ولدت وبدون أن تطلب ولا تدخل في برلمان ولا تعمل حركات نسائية ولا أي حاجة خالص والحقيقة عمل لها زمة مالية الشارع طبيعة الحقيقة هذه الأحكام وإحنا نركز على الأحكام الشرعية بس هاجي على الجانب الاجتماعي الحقيقة دكتور حازم تحدثت عن الكثير من القضايا وعجبتنا وجهات نظرك لهذا الموضوع لأن فيه زي ما بنقول الإسلام بيدينا الشرع ثابت وهذه حقوق ثابتة ولكن فيه ظواهر اجتماعية بتستجد وبالتالي لابد أن نحن نتعامل ماذا عن رؤيتك الحالية للوضع الآن في إحساس المرأة بالاستقلال المدى وماذا يحدث تمام بسم الله الرحمن الرحيم طبعا حضرتك وأستاذتنا الدكتورة بدأت مقدمة أن الأساس عندنا هو الشرع والشرع لن يذكر في أي من القرآن الكريم أو السنة النبوية أو حتى بعض الكصص الترفية في الدين الإسلامي أو في الأديان الأخرى إن ده حرام أو غير شرعي أن يكون للمرأة استقلال مادي وبناء عليه إحنا كعلوم اجتماعية لا نخالف هذا لأن هذا الأساس الذي ننطلق منه ولكن بنأخذه من زاوية أخرى هل الاستقلال المادي فعلا يسبب مشكلات أم أنه علاج لمشكلات اجتماعية زي ما حضرتك تفضلت وقلت زي الطلاق للأسف إحنا خلينا نقول أن القاعدة في الزواج من البداية هي المودة والرحمة تمام المودة والرحمة زي ما حضرتك ما قلت أن المرأة والزوجة هي معطاء بطبعها يعني عمرنا ما نشوف أن مرأة شايفة أن زوجها في ضائقة مالية أو في موقف أو بتها محتاج ولن تقف بجواره لا لها مواقف عظيمة جدا ولكن إحنا عندنا قاعدة مشهورة جدا في القانون بتقول أن القانون لا يحمي المغفلين والمغفلين هنا المقصد بهم ليس المعطوهين لا المغفلين بنصوص القانون وبحقوق حضرتك لأن وقت الخلاف ووقت الطلاق للأسف بعض الناس بتتحول من ملايكة إلى حاجات أخرى وفي الحالة دي لا يعني لا مفيش مستند أو حاجة تحمي حق المرأة وأكبر ضليل على ذلك أن الزوج منذ بداية الزواج أول حاجة بيفكر يبيعها الشبكة أو الدهب الخاص وهو ملكها وزي ما إحنا عارفين أن قائمة المنقلات أيضا ملكها كاملة الإشكالية اللي إحنا المفوضة عايزين نهدمها دي حكثت قصة الأيمة والقصص دي دي حقوق رصينا للمرأة طب افرض أن هي مش موجودة طب وماذا بعد من أصبحت من أنيسة المدام ولو في أطفال كمان طب ماذا يضمن حقها وماذا يعوضها على فكرة التعوض المادي لا يمكن يعوضها بس ده حق بسيط أه بس خلي بالحضر لك هكذا تكلم بذلك في إشكالية المصاريف ومصاريف أنا عايز أتكلم عن الجزئية أن الفلوس دي بتاعتي أنا أنا ورستها ده جزئية خاصة بي سواء صداق أو سواء اللي هو المؤخر يعني أو هذه الشبكة طب تعالوا نخرج لهذا التقرير ونشوف رأيي الناس وهنرجع تاني نصلح بقى ونعدل بعض الأراء أو نستشهد بهذه الأراء من خلال هذا التقرير عن الاستقلال المادي أو الذمة المالية للبرأة